رأيك إفري هام سعيد هتصدقيني؟ بجد ما عنديش اي خلاف معها ورخصمها معها بس انا عمري ما شفت برنامج لي اه فعلا؟ والله العظيم والله صادق ليس تحقيرا ولا تصغيرا منها ولكن لانني لا احب هذه النوعية من البرامج انا مجرد مشاهد يعني انا لما اتفرج على حضرتك او على الحياة يوم او على خير او على ميس او عمر اديب او اي حد فلما بنتقل في بيتي وانقعد على الكنبة وكده او على الكرسي بابقى مشاهد احب اتفرج على عمر اديب بحبه كمشاهد لكن في برامج اخرى ومزعين اخرين ما بحبش اتفرج على برامجهم مش حبيبها فبالتالي لا استطيع ان اقيم رهام سعيد على الاطلاق هي بيقولولي كتير انا من اكتر الناس اللي بيقولوله لانها مش موجودة على الفيسبوك وفي برامج ما اتفرجش يعني يقولي ده بيجتمك ده بتجتمك فبقبلغ ان انا بتشتم فما لا اكترث على الاطلاق لان انا بعتقد ان في مسيرة الصحفية الطويلة جدا 30 سنة منهم 15 سنة الاخرانيين في صدارة المشهد مثلا في معارك دائما انا انمو انمو واكبر واصبح اكثر نجاحا كلما شتمت اكثر لان ده معناه ان انا موجود وناجح لو محدش هتامني وهاجمني يبقى انا مش موجود يبقى عندي مشكلة اخر حد ااخد رأيك فيه ابراهيم عيسى ابراهيم عيسى استاذ من اسازة المهنة في مصر وابراهيم عيسى انا احترمه جدا اقدره انه له مدرسة في الصحافة ربا اجيال في الصحافة في الصحافة فهو صاحب تجارب صحفية وخلق اجيال وفتح بالدستور الاولى مجل الصحافة الخاصة بالاضافة ان هو على شاشة التلفزيون انا بحبه لو ستيلو لو طريقته بيتكلم مع الناس صح ما بينزلقش الى الاسفاف بيشغل مخ الناس عنده ثقافة بتفيده ودمه خفيف ومقبول ابراهيم عيسى حد احبه جدا طيب ليه الاعلام بينور حاجات قوي ومواضيع قوي ويجي عند مواضيع في غاية الاهمية ويدفنها بالتراب ويحط عليها الطين توجيهات توجيهات ها جبتلك من الاخر بقى ما تكمليش السؤال توجيهات وهنا سكوت فول ستوب توجيهات في توجيهات